تانية مشاهدينا لسه مكملي مع بعض فقراتنا في نهارك سعيد فقراتنا دلوقتي كلها أسئلة كلها أسئلة جوانا وعايزين نطلعها ونلاقي حد متخصص يرد علينا فيها مصر بيحصل فيها كل يوم متغيرا تمبارح كتأول جلسة للبرلمان الثورة وبكرة الاحتفال بالذكرى ثورة 25 يناير أسئلة كتير زي إيه اللي هيقدمه البرلمان للشعب هل هيقدر فعلا يقدم اللي بيتمنى الشعب منه فيه ناس كتير قوي خايفة من بكرة ليه خايفة وهل الشعور ده واصل برضو لضفنا اللي موجود النهاردة ولا عنده شكل ولا سيناريو مختلف ايه المطلوب برضو من البرلمان كل دي أسئلة هنعرفها النهاردة مع ضفنا الدكتور صديق عفيفي الأستاذ الجامعي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد صباح خير يا فاند صباح خير يا أستاذ سارة صباح خير يا دكتور إزاي حضرتك أهلا يا أستاذ أشار منورنا فاند أنا بص حضرتك هحط الاسكريبت كده هو على جنبي كده على البعاء نتكلم بقى إيه مع بعضنا حضرتك شفت طبعا الافتتاح مبارح ومجلس الشعب جميل حاجة جميل حاجة مشرفة والله هو وجود البرلمان ده بتشكيله ده في حد ذاته شيء مشرف وشيء يبعث على الثقة عظيم إلا إنه اللي يمكن لنا بعد الملاحظات أولا على عدم انضباط الأعضاء بتوع المجلس سوية في النظام في الجلسة وربما إنه رئيس الجلسة اللي كان بحكم السن كان مش عايز يبقى جاف قوي في أول لقاءهم بالبرلمان وفي أول ممارسة لعملهم لكن أتمنى إنه المناقشات بعد كده والقرارات تتخذ بطريقة فيها حوارات متحضرة أكثر خاصة أن هناك فصائل متعددة في البرلمان فلو لم نلتزم بأدب الحوار يمكن هيبقى في خنقات بقى وضرب وكلام من ذا لا إن شاء الله ما نشوفش ولا خنقات ولا ضرب لكن أعجبني جدا إنه إحنا مبارح كان يوم عيد يوم عيد بقى أنه سنين كتيرة الحقيقة ما بنبقاش وثقين في إنه العضو البرلمان ده بيمثلن حقيقة ولا جهب التزوير فمبارح إحنا تقريبا متأكدين إن 99% منهم هم يمثلون الشعب حقيقة حتى ولو كنا مش مبسوطين من بعض الفصائل أو بعض قطاعات المجتمع مش مبسوطة من بعض الممثلين إلا إنه هذا هو اختيار الشعب دكتور يعني طبعا حييجي جلسات تنظيمية جلسات خاصة بإزاي حنبتدي نمشي أو الإنعقدات المفروض الإنعقدة يبقى عامل إزاي إنما من وجهة نظر حضرتك بما إنك سياسي واقتصادي وعلمي من المتوقع أو من المفروض إن مجلس الشعب أول موضوع مهم بقى يعني يتكلمه فيه المفروض يبقى إيه الحقيقة إنه أول موضوع إنه يحط خطة عمل لنفسه في إيه التشريعات اللي يهمه إنه هو ينظر فيها أو التشريعات اللي يهمه إنه هو يعدلها زائد بعد القضايا الرئيسة اللي شغلة المصريين أو هماهم من ضمن هذه القضايا قضية القصاص قضية القصاص لدم الشهداء دي قضية كبيرة جلسة بكرة يكون فيها أهالي ضحايا الشهداء مظبوط؟ أيوة نقطة تانية مسألة استرداد الأموال المنهوبة دول موضوعين أعتقد شغلين الناس كتير قوي حاجة تالتة التخطيط للارتقاء بالاقتصاد المصري وإقالته من العثارات اللي هو تعثرها خلال الفترة الماضية والفترة الماضية مقصود في الفترة الانتقالية أقصد الأربعين سنة اللي فاتت مع بعض فالاقتصاد المصري الحقيقة تدهور بدرجة كبيرة بسبب سياسات خاطئة وبسبب قرارات خاطئة وبسبب مسؤولين غير جديرين بالأماكن اللي كانوا محطوطين فيها طب إحنا دلوقتي برضو فيه كده يعني الفكر بيروح وبيودي هل مجلس الشعب الحالي أو البرلمان الحالي حيقدر يحقق اللي بيتمنى الشعب المصري؟ والله الإجابة على السؤال ده لازم تكون أن أنا أتمنى ذلك بالتأكيد لكن إذا ما أقدرش المجلس الشعبي يحقق منهجيا يعني أجلد على الله يعني لكن هذا هو المجلس اللي الأول مرة بننتخبه ويمثلنا تماما والمفروض أن الناس اللي فيه كلهم داخلين من أجل خدمة مصر وإعلاء شأن مصر وليس من أجل تحقيق مصالح شخصية أو تربح أو غير ذلك يعني أنت عارفة حضرتك كان المجالس اللي فاتت كان كتير قوي بيتقال أن الناس داخلها يصرف 10 مليون و 15 مليون على الحملة الانتخابية بتاعته لأنه عارف أنه هيخش هيتربح 30 و 40 و 50 مليون وربما أكثر من ذلك دمعتش وطبعا أنت عارفة أن كتير من أعضاء المجالس السابقة كانوا التهموا بأنهم تجار مقدرات أو تجار آثار أو غير ذلك النهاردة بقى إحنا الحمد لله يعني جايبين ناس نضاف ناس على مية بيضة بقى خلاص يعني والحمد لله أن هما انتخبوا انتخاب نزيه والشعب اللي اختارهم وحنساندهم وهم شايف مبارح حتى رئيس المجلس في كلمته أكد على حيدته في إدارة الجلسات حيدته يعني يعني يدي لكل واحد الفرصة أن يعبر عن رأيه وأكد على أنه هو مرتبط بتحقيق أهداف الثورة أنه هو يضغط على الحكومة لكي تحقق أهداف الثورة أنت عارف خلال فترة اللي فاتت الثوار كانوا مكتئبين نعم أحيانا لأنه الحكومة ما كانتش متجاوبة معاهم طيح فرق السرعات ما بين الثوار والشعب وبين الحكومة كان فرق واضح جدا فنتيجة أن الحكومة مش متجاوبة مع الشعب يعني النهاردة بقى بقى عندنا خمسمائة واحد قاعدين يقرصوا على الحكومة من فضلكوا اعملوا اللي بيقولوا الشعب ده فده بقى حاجة جميلة حقيقة حاجة جميلة جدا يعني دكتور مجلس الشعب ومجلس الشورة ايه في كثير من الناس ما يعرفش ايه الفرق ما بين القرارات او ايه المهام الخاصة بمجلس الشعب والقرارات الخاصة بمجلس الشورة لأننا شخصيا يعني عارف ان الاتنين عندهم سلطة السلطة التشريعية ايه الفرق ما بينهم هو الاتنين جايز ننسيبهم للسلطة التشريعية لكن هو مجلس الشعب هو المختص باصدار او تعديل القوانين والرقابة على الحكومة ومحاسبة الحكومة ده مجلس الشعب اللي هو السلطة التشريعية الاساسية يعني وده سيادة المشير تنطوي مبارح لمجلس الشعب اتفضلوا استلموا المهام بتاعتكم السلطة التشريعية والسلطة الرقابية ودعني في هذه المناسبة نعم اشكر المجلس الاعلى القوات المسلحة نعم انه انتهت فرصة انعقاد اول جلسة للبرلمان عشان يقول لهم بيان يقول لهم انا بنقلكوا بقى السلطة التشريعية والرقابية وده يطم الناس كتير الآن عن ان المجلس العسكري ما هواش ناوي يسلم السلطة او الجزء الاول من السلطة تسلم ناقص بقى الجزء التنفيذي وده هيكون ان شاء الله لما رئيس جمهورية منتخب ييجي وكمان لما مجلس الشعب ربما يشكل حكومة جديدة الفرق بقى بين مجلس الشعب ومجلس الشورة ان مجلس الشعب هو الذي يصدر القوانين ويرفض اصدار القانون المقترح عليه ويعدل اي قانون قائم او يلغيه ايضا مجلس الشعب من حقه يسحب الثقة من الحكومة فتسقط الحكومة مجلس الشورة هو جهاز استشاري الى حد ما معاون لمجلس الشعب تعرج عليه مشروعات القوانين قبل اصدارها لينظر فيها ويقول رأيه في هذه النقطة للنقطة التانية انه جايز يجري بعض الدراسات الهمة في القضايا اللي تهم الوطن بصفة عامة ويحولها المجلس الشعب رأيه ليس ملزما لمجلس الشعب ولكن في بعض القوانين اللي لازم تتعرض على مجلس الصورة قبل ما تتعرض على مجلس الشعب اللي يقول عليها القوانين المكملة للدستور يعني مثلا قانون مباشرة الحقوق السياسي ده قانون مكمل للدستور وهو مفسر للدستور يبقى لازم ده قبل مجلس الشعب ما يصدره لازم مجلس الصورة يشوفه يشوفه ويقول رأيه لكن رأيه مش ملزم رأيه للإستنارة طب احنا ليه عامين المجلسين بقى يعني لانه في مجلس الصورة بيجي جزء بالتعيين يعني مثلا ميت عضو ولا حاجة بيجوا بالتعيين اصلا فبينتقيهم النظام من ذوي الخبرة وذوي التخصص علشان يضمن ان المجال التشريعي ده في ناس متخصصة في الموضوعات المختلفة يقوم ده ينور بصيرة مجلس الشعب عشان لما ياخد خطوة ياخدها وهو على نور عظيم دكتور صديق حضرتك من الهيئة العليا لحزب الوفد نظبوط وحزب الوفد ده تاريخ طويل كلنا عارفينه يعني اكيد ليه تراجع دور حزب الوفد في كم سنة الأخيرة ده ما بقاش بنفس قوة الأداء والأداء اللي هو معروف بي انه دايما بيبقى في الصف الأول انه دايما بيبادر بكل شيء ليه دلوقتي دوره تراجع جدا وجميع الأحزاب في الفترة اللي فاتت تراجعت جميع الأحزاب يعني لأنه كان الحكم حكم استبدادي وحكم اقصائي اقصائي يعني يقصي الأطراف اللي هي ما هيش معاه الحزب الوطني هو معاه مجموعة من الناس المجموعة من الناس دول هما اللي يعملوا كل حاجة هما اللي تولوا كل حاجة هما اللي ياخدوا كل حاجة إلى أخر أي حد تاني الأحزاب الأخرى كلها لا يسمح لها وهناك بقى وسائل كتير لا داعي للخوض فيها إلى حد أن الأحزاب دي كلها بما فيها حزب الوفد يعني كانت مقصاة عن الساحة لكن حزب الوفد في 2005 في انتخابات 2005 قرر انسحاب عندما تأكد له أن المسألة مسألة ما فيهاش نزاهة في الانتخابات وله مواقف كتير أما خلال الفترة الأخيرة الفترة الانتقالية دي بقى والانتخابات الأخيرة حزب الوفد هو رقم واحد بعد التيار الإسلامي التيار الإسلامي تيار فاجأنا بعضه وكنا متوقعين بعضه يعني كلنا كنا متوقعين أن التيار الإسلامي في مصر مصر عندها توجه ديني والمصريين ديهم توجه ديني لكن الناس يمكن متوقعين أنه يجيبوا هذه النسبة من النجاح وده خطأ في التقدير بالتأكيد من جانبنا يعني بدون قطع كلامك فضل مع أنهم كانوا مش بس مقصئين أو مبعدين عن الساحة السياسية ده كانوا كمان بيعذبوا في السجون ده كانوا بيعذبوا في السجون وكانوا بيقصوا وكانوا بيطابد عليهم وكانوا بيمنعوا وكانوا حاجات كتير وكانوا بيسموا الجماعة المخصورة ولكن ما زالوا ما زالوا برضو بعد في خلال السنة دي عرفوا يلموا نفسهم بشكل كويس جدا وشكل تنظيمي شكل جيد جدا ووصلوا في الآخر أنه هم يبقوا زي الإخوان المسلمين اللي هو الحزب والحرية والعدالة أنه يبقوا هم الكتلة الكبيرة في مجلس الشعب فليه بقى ما عرفش ينافس يعني يعني شمعنا دول عرفوا بسرعة يلموا نفسهم وأنه هم لا يا كلمة بسرعة دي الحقيقة هم جماعة الإخوان المسلمين كما تعلم سيادتك يعني بقى لها 80 سنة في الصحة 80 أو أكتر من 80 سنة بيدعو في شيء يلمس أوتار قلبك نعم يلمس وجدانك بيكلمك في الدين وربنا سبحانه وتعالى والحرام والحلال وما إلى ذلك فلابد أن يقترب منك لابد أن يقترب منك والمصريين المسلمين فيه 90% أو لا حاجة فبالتأكيد دول هكونوا متعاطفين مع الإخوان المسلمين الإخوان المسلمين كمان كان أصلا النظام بيقمعهم ويمنعهم ودايما المضطهض الناس تقف جنبه طبعا وكل ما تضربه كل هو ما يزداده قوة الضربة اللي ما تكسرش دهرك تقويك وتخليك تقف أحسن فهو كان منظم من 80 سنة مش من الثمس سهور دول نقطة تانية بالنسبة للسلفيين سلفيين هما نشأوا من عب الجماعة جماعات الدينية زي جمعية أنصار السنة المحمدية أو ما إلى ذلك يعني الجماعات دي بقالها سنين طويلة في الشارع بتدعو الناس إلى الدين وبتوزع عليهم معونات بياخدوها مني ومنك وما إلى ذلك بيوزعوها على الناس وأنا أحد الممولين كنت على فكرة لهذه الأنشطة الخيرية لأنها أنشطة جيدة فهوما كانوا متواجدين في الساحة لفترة طويلة جدا مع الطبقات الأدنى مع الطبقات الأدنى لما جاءت الانتخابات دي كان طبيعي أن هما يقولونهم والله إحنا بنساعدكم بقى أنا 30 سنة و40 سنة ساعدونا بقى النهاردة إحنا محتاجين لكم فكان التجاوب حلو فالتيار الإسلامي أنا شخصيا مش خايف منه بالعكس إذا كان هذا هو اختيار الشعب الوافد بقى هو الحزب رقم واحد قبل كل الأحزاب الأخرى نعم في حاجة برضو من الحاجات المهمة جدا جدا واللي برضو بنتكلم عليها للفترة اللي جاية إن شاء الله لازم تتصلح يعني التعليم خضرتك خبير تربوي والتعليم من الأساسيات اللي كلنا بنعاني منها وعانينا منها وإحنا كنا في المدرسة والناس كلها بتتكلم عنها وبتكسر ظهر أولياء أمور كتير جدا إيه الخطة أو الشكل لإصلاح التعليم أو السياسة التعليمية الفترة اللي باية والسياسة التعليمية الحقيقة من الأشياء اللي تم ابتدالها من قبل كتير من المتحدثين والمسؤولين أي واحد حتى سيدة سوزان مبارك الله يعافيها ويفك كربها يعني سوزان مبارك كانت متولية موضوع التعليم ده وتشجع التعليم لدرجة أن التعليم ده أصبح إنشودة ينشدها الناس ولا يدركون مغزة هذه الانشودة والتغيير بتاع الوزراء في التعليم ما كانش بيباني أنه ده له أي هدف الحقيقة يعني يعني أنت من سنة من التمانينات من عشرين تهتين سنة ما فيش واحد متخصص في التعليم تولى وزارة التعليم دي يا إما طبيب أطفال يا إما كذا إما كذا وعليه أن يستوعب بقى الموضوع ويفهمه قبل ما يشتغل وعلى ما يفهمه يشتغل يكونوا بسلو يجبوا واحد آآ تاني فالسياسة التعليمية الحقيقة لم يدركها النظام السابق وربما كان قاصداً أنه هو ما يخليش في تعليم كويس في هذا البلد لأنه لما يبقاش في تعليم كويس والناس جهلة جهلة مش إنه ما معهوش هذا جهلة أنه ما معاش هذا لكن ما فهمش حاجة لما يكون الناس كلها جهلة ده يبقى سهل قيادهم أو سهل إنه هو يسسهم كان دي الفكرة بتاعة النظام السابق ربما أو فشل وعدم اهتمام بالتعليم وعدم إدراك أهميته فالتعليم بايس بايس كان يعني في محاولات بعضها مخلص ولكنها مشتت يعني معنى مشتت بمعنى أنه أحياناً الوزير يبقى عنده كلام حلو في دماغه ويتناقش مع الخبراء ويقول هنعمله وبتاعه لكن لا تتوافر له الإمكانات فلا يستطيع إنه هو يحل الموضوع يعني زي حضرتك ما يكون عندك بعد الشرق أو حد تاني يعني عنده سرطان فأجي مش أستقصل كل الورم أستقصل جزء منه فسيب برضو لي بزرة فالنتيجة إنه السرطان اللي لسه موجود يبوز أكتر ما كان لأنك إنت هيكت هذا الورم مش كده هو ده اللي بيحصل فهو ده اللي بيحصل أنت عندك تعليم بايس تماماً يعني فبتيجي تقول والله هصلح حتة يعني أزود مرتبات المدرسين يعني تزويد مرتبات المدرسين هو النهاردة بدل ما كان بياخد خمسمية حياخد ألف مثلاً يعني طب ده إيه ده حيعوضوا عن الألاف اللي ممكن يحققها لو هو انحرف عن دوره وابتدى يدي دروس خصوصية فمش هيستجيب الناس اللي إنا بتعرفش يدي دروس هي بلعك تتاني اللي هي أصلاً ما يمكن في العملية أنا بس عايز أوضح لحضرتك يا سارة أستاذ أشرف إن إصلاح جزء أو استقصال جزء من الورم لا يعالج المريض وإنما يجعل المرض أكثر شراسة فهذا هو ما كان يحدث الميزانية المخصصة للتعليم الميزانية المخصصة للتعليم ميزانية غير جديرة غير جديرة بالإنسان المصري غير جديرة خالص يعني التعليم لازم يخصص له ميزانية كافية هل تعلمين حضرتك إن في أولاد في مصرنا العديدة في القرن 21 في المدرسة بيقعدوا على الأرض في الحصة هل تعلمي إن في مدارس ما في هاس دورة مية هل تعلمي إن في مدارس بنود اللي يدرس لهم اللغة الأجنبية مدرس هو لا يعرف اللغة الأجنبية في فصل فيه ستين وسبعين فصل فيه مية وعشرين طالب السبب هو نقص الميزانية لا لا حقا فيه فيه كمان حاجة يا دكتور إنه مدرس الإنجليش يدرس برضو مواد اجتماعية وعربي هو أصلا خريج تاريخ أو خريج عبري يعني ليه بقى؟ لأن ما فيش يعني أنا عايزة أقول إن موضوع الميزانية ده موضوع حيوي وإذا كنت أنا مسؤولة عن التعليم أول حاجة هعملها هقول أصر على أن تكون الميزانية كافية للتعليم نسبة محترمة من يعني الميزانية هتحل الموقف يعني؟ تدي الفرصة ده أحد الحاجات ده أحد الحاجات حاجة التانية إنه إحنا نمسك المسؤولين عن التعليم الناس بيفهموا أولا في التعليم بيفهموا في التعليم وعندهم رؤية رؤية لتصحيحه لأنه كتير قوي من الأجهزة اللي في وزارة التربية والتعليم ما هيش بتستغل أو توظى هل تعلمي إن نص اللي في التربية والتعليم هم ناس إداريين ناس إداريين ما هي بخصوص الفصل يعني مش بس كده الناس المعلمين الجيدين لما يترقى يبطل يدرس تعمله ناظر تعمله موجه يبطل يدرس فيتحرم منه الطلاب في أسياح كتيرة قوي محتاجة تصحيح في السياسات التعليمية أنا تقدمت باقتراحات مثلا في مجال الموجهين عندنا حوالي يمكن ما يقرب من مئة ألف أو تمانين ألف موجه فني ناس دول معناها إنه كانوا مدرسين أدام وناجحين ومترقيين ومالي الموجهين دول لا نستفيد منهم حقيقة يعني بيروح يمر مرة روتيني على المدارس ويقول له كلمتين ويكتب له تقرير في الدفتر وخلال الموجه ده أنا استطيع أن نوظفه توظيفا هائلا تمام بتحسين التعليم الكتاب المدرسي تمام أنا عارف أنت عايز تسألني أنا أصلي أنا أصلي أنا أصلي أنا موضوعنا النهاردة أنا أنا حلو كل كلام حضرتك كلام محترم جدا اللي حضرتك بتقوله ويا ريت أعضاء مجلس الشعب اللي حاليين دلوقتي يكونوا سمعيننا يعني في الآراء اللي حضرتك بتقولها والملاحظات يعني لكن موضوعي أساسا كان مجلس الشعب ومصر وخمسة وعشرين يناير بتاع البكرة وياس فأنا عايز أرجع تاني بعد إذنك لمهام مجلس الشعب اللي كان جلسته أول يوم مبارح من نظرية اللي حضرتك قلتها إنه لو حد عنده سرطان ما ينفعش نستقصل حتة صغيرة وينسيب الباقي يعني لازم نشي كله طبعا أول من أهم المهام دلوقتي اللي حيتكلموا فيها هو تعيين الناس اللي حتحط الدستور الجديد اختيار اللجنة التأسيسية تمام من وجهة نظرك المفروض ده نركز عليه دلوقتي حالا ولا كمان شوية ده بالضرورة حلو ده بتداء من بكرة النهاردة لازم يختار هل نستقصل السرطان يعني هما مش هيختاروا دلوقتي يعني هما يفكروا دلوقتي ويحضروا نفسهم ويحضروا قائمة أسماع لكن الاختيار والانتخاب هيكون بعد انتخاب مجلس السورة عشان لازم مجلس السورة ومجلس السعب الأعضاء المنتخبين فيهم تجتمعوا وهم اللي يقرروا مين اللجنة التأسيسية دي حال فمن حق ومن واجب الحقيقة الجماعة اللي في حزب مجلس السعب دلوقتي ان هما يبتدوا يحضروا قائمة بناس بمئة واحد تبقى جاهزة من عدش نضيع وقت بقى أول ما تعلن نتيجة مجلس السورة يروحوا مجتمعين بقى ويقولوا قادي القائمة هنعدل فيها نشيل دا نشيل دا عشان من تاني يوم تبتدي اللجنة دي تشتغل في إعداد الدستور يعني خلاص أنا عايش بس أطمن حضرتك حاجة الحاجتين مش حاجة الحقيقة إنه السيد رئيس مجلس السعب مبارح أكد في كلمته وده عهد لابد أنه هسيبه عليه أن اللجنة التأسيسية للدستور ستمثل كل أطياف المجتمع ودي مسألة في غاية الأهمية لا تمثل قطاع واحد من المجتمع قطاع لبرالي أو قطاع ديني أو قطاع إلى آخره يعني فأنا بتكلم على ده عهد قطعه على نفسه رئيس مجلس السعب وده كلام طيب ويشجعناه جدا حاجة تانية إن الوقت اللازم لإعداد الدستور أنا بظن يعني على خلاف المجلس العسكري إنه هواش محتاج ست شهور ولا حاجة لأنه في دستير في العالم كل وإحنا سبق قبل كده عملنا مش هنحترق الزرة يعني فأنا ممكن نستخدم هزي الدستور حاجة التالتة إن الدستور بتاع واحد وسبعين اللاربع فصول الأولانية فيها لها خلافة عليها هو الخلاف كان في الحتة الأخرانية اللي بيلعبوا فيها دي مجل رئيس الجمهورية إزاي والسلطات إزاي والعلاقات بينها هو ده اللي عايز وأكيد فيه دراسات دلوقتي على الموضوع ده وجاهزة تقريبا إحنا فقرتنا خلصت أساساً بس مش قادر أسألك يعني مش قادر أخلص ومن غير ما أسألك السؤال ده بسرعة جداً وتخيل بكرة اليوم هيكون عامل إزاي؟ زي الفل بكرة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لمن حقنا إن إحنا نحتفل ومن حقنا إن إحنا إن نقول الإنجازات الكبيرة اللي أنجزناها دي إحنا انتخبنا برلمان حر الأول مرة إحنا عملنا انتخابات سيلنا الرئيس السابق خبطنا حتى كبار معاونيين بدأنا محاكمتهم حددنا حد أعلى للأجور يعني عملنا حاجة كتير قوي فمن حقنا إن محدش يمنعنا إن إحنا نفرح محدش هيبوز علينا الفرحة الجميع إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله دكتور صديعة في في الأستاذ الجميع وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد شرفتنا فندم ويا رب إن شاء الله نحتفل كلنا وحتى لو هو حد تاني عنده آراء عايز يقولها في ميدان التحرير جوة الاحتفالات أهلاً وسهلاً بي لكن بكل سلمية وبكل أدب لا فضة فوق يا رجل أشو لا فضة فوق لا فضة فوق يعني وكوان يهتم بقى ويقوم بدوره اللي إحنا متوقعين إن شاء الله في كل المجالات يعني النهار دا قم نتكلم في التعليم وقم نتكلم في حاجات تانية كتير قوي بشكركم شوفونا بعد الفصل مع فقرة جديدة ووران يا سيد اشتركوا في القناة